اشتركوا في القناة في منزلة الشولة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح يوم الجمعة خمسة ثلاثة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي للصلاح والسرعة والتقريب وبرضو وبتمفع للتفريق في القمر الآن موجود موعد بث الحلقة في برج العقرب طبعا رح نبدأ في مرحلة خلو المسار تقريبا بعد ساعة من بث الحلقة يعني الساعة أربعة وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينيج بتوقيت الأردن يعني الساعة ستة وتسعة دقائق مساء ورح يستمر خلو المسار حتى تمام الساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني الساعة اتناش واثنين واربعين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بصير بالقوس بنشعر بالابتهاج ونجد أن الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا الزوايا اللي رح نذكرها اللي هي ما بعد منتصف الليل اللي ما قبل منتصف الليل اللي هي مذكورة في حلقة الأمس أول زاوية رح تكون هي زاوية اقتران سلبي رح تكون زاوية بطيئة بين عطارد وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي شوي بتعمل نوع من أنواع التهديد بالقلق النفسي بزيد ميلنا للأخطاء خصوصا في الحكم على الأشخاص أو على الأشياء برضو تعطينا دفعة لا إفشاء الأسرار وممكن نتعرض بعض الأشخاص لمشاكل مع العدالة بتكون تتجنبوا توقيع الوثائق المهمة خلال هذا اليوم ما تقوم باستثمار أو مضاربات مالية لأنها ممكن تنتهي بدعاوة قضائية إذا ما ركزت فيها مزبوط أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة أو خمس وخمسين دقيقة بعد الظهر بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية وطبعا هاي رح تستمر طيلة النهار أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبع وخمسين دقيقة مساء أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب فعشان هيك بتكون تنتبهوا على مصاريفكم كمان هذا اليوم بالنسبة للقمر رح يكون بالقوس قلو المسار القادم رح يكون يوم السبت ستة ثلاثة رح يبدأ في تمام الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني لا يوم الأحد حتى تمام الساعة ثنتين وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لبرج الجدي بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة اه عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساءا بيصبح اه ثلاثة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانية وخمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر زي ما حكينا انه مع بث الحلقة بيكون بالعقرب وعند منتصف الليل بيصير بالقوس ورح يستمر في القوس حتى يوم سبعة ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم تنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تطلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة الدينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة أهم النقاط على المستوى المالي بتكونوا ديروا بالكم من المصاريف لزيادة أو بعض الدفعات اللي ممكن تتراكم عليكم ممكن بعضكم يلجأ لصرف فلوس بدون حساب أو يفقد فلوسه أهم شيء تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو فقدانها أو فقدان حاجياتكم لا توقع على أوراق بدون دراستها وما تدخل في أي مضاربة مالية بهذا اليوم بالنسبة للبيت الثالث موليد العشرية الأولى من الحمل بدهم ينتبهوا من العصبية وردات الفعل السلبية بدهم يحذروا ما في داعي للمغابرات ولا المجازفات في منكم رح يحققوا معني مكسب من وراء جراءته في طرح موضوع معين أو فكرة معينة أهم شيء أنكم تركزوا أثناء حواراتكم ونقاشاتكم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد ممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة لبيت السمعة فالأجواء هنا جيدة بتدعمكم شيئا ما مش بالشكل الكافي فعشان هيك من قلكم ديروا بالكم من المجازفات والمغامرات وخصوصا الأمور اللي بتتعلق بالوضع اللي له علاقة بالسمعة ما تتغيبوا عن عملكم ما تدخلوا بمواجهات مع رؤساكم أو زملائكم بالعمل بدكوا تركزوا بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء لأجواء جيدة جدا اليوم ممكن تنشط اجتماعيا أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ممكن تسعد بلقاء الأصدقاء اليوم أو تحاورك معهم أو تحاورهم معكم في منكو رح يصل خبر عن أحد الأصدقاء ممكن يكون مزعج شوي وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إما أنك أنت بتساعد صديق في مسألة ما أو ببادر أحد الأصدقاء لمساعدتك في موضوع معين أما بالنسبة لبيت متاعبك فبيت المتاعب شوي بسبب بعض الزوايا الضاغطة عليك خلال هذا اليوم فعشان هيك بدك تنتبه صحيا ونفسيا انتبه من الوسواس والقلق وفي نفس اللحظة بدك تنتبه من عدو متخفي ممكن يتآمر عليك خلال هذا اليوم فبدك تكون حذر وتضبط أعصابك قدر الإمكان برج الثور طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أدائك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر المواقف المتصلبة وما تكون قاسي خصوصا مع أحبائك وما تهمل واجباتك طبعا بالنسبة لعندك لبيتك الأول هو متقلب وبيجيك أشياء مفاجئة اليوم الأوضاع أحسن تقريبا مع خروج المريخ من عندك تشعر أنه نفسيتك استقرت اندفاعك وتهورك بقل وبصير عندك نوع من أنواع الاتزان أو قدرة على تحليل الأمور بمنطقية أعلى بتلاقي أنه حديت العصبية عندك خفت أكثر ولكن الفوضى اللي رح تصير عندك شوي أنه أنت رح تتجه للحاجة المالية أو للمصاريف المالية صحيح أنه بتفتح لك بعض المكاسب المالية ممكن تجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تنتبه أنه شوي المصاريف ممكن أنها تتزايد عليك أو أنت تلجأ لصرف الفلوس بمشتريات ممكن تكون مش ضرورية أو أنت مش حاسب حسابها الأهم أنك أنت ما تجازف وتغامر بالمسائل المالية انتبه على أموالك برضو من السرقة والضياع وبرضو من أمور إلها علاقة بالمجازفات والمغامرات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع عندك الأجواء تقريبا جيد اليوم تفتح لك مجالات إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد على مستوى التعليم برضو جيدة ممكن أنها اليوم يعني يجيك خبر سيء من خارج البلاد أو بتعلق في أحد الأجانب أو ممكن تنزعج من خبر ما ولكن الأجواء تقريبا إيجابية حتى على مسائل إلها علاقة بالسفر أو أي مواضيع إلها علاقة بخارج البلاد أو بالسفر برضو ممتازة حتى على مستوى الدراسات الجامعية اللي عنده اليوم رغبة بأنه يتمم أوراق لمعاملات سفر أو لإقامة اليوم هذا برضو جيد اللي عنده امتحان أو مقابلة بس هذا بتطلب منه أنه شوي يركز ويكون جاهز ومستعد بكل أوراقه ومستلزماته أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة الأجواء جيدة اليوم وبتدعمك بقوة حتى على مستوى علاقاتك بمسؤولين أو بأشخاص ذو منصب أو حتى برؤسائك أو زملائك بالعمل اللي أعلى منك سلطة الأجواء جيدة على مستوى الأشياء اللي ممكن تبعث لك منصب أو ممكن أنها تكون مبشرة بالخير لشيء مستقبلي برضو رح تكون جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بيت الأصدقاء هو اللي شوي بسبب لك نوع من أنواع القلق اللي مشغل فكرك أكثر شيء ممكن هو انزعاج من تصرف أحد الأصدقاء أو إفشاء بعض الأسرار أو كلام يعني بصب كله على هذا المحور لكن أهم شيء أنك تضبط أعصابك حاول أنك أنت تسير الأمور بحكمة وحاول أنك أنت تبتعد عن المواجهات قدر الإمكان الفترة هاي مش مناسبة لإلك لو تركتها يوم يعني لحين انتقال القمر للجدي بيكون أفضل لإلك ممكن تنشط ببعض الاتصالات أو الحوارات مع بعض الأصدقاء ولكن بدك تدير بالك من الانفعالات وهذا أهم شيء برج الجوزاء طبعا اليوم متقلب لأن القمر موجود مقابلك فهو بعزز أو بخلي الأمور مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة يعني العاطفة اللي هم الأزواج أو الخاطبين أو اللي كاتبين كتابهم يعني يعتبر شريك حياتك فهو العاطفة ولكن بما أنه مقابلك فهو بيسحب من طاقتك فعشان هيك بتكون تتجنب الغضب وخصوصا أنه اليوم عشان المريخ صار موجود عندكم فسهل جدا استفزازك وسهل جدا أنك أنت تغضب وسهل جدا يصير عندك انفعال فما في داعي أنك تخلي حد يستفزك احمسه معتك ما تشوهها عليك بخوض بعض الامتحانات عشان ممكن أنه يكون في جائزة وراء هاي الامتحانات ممكن امتحان عمل عمل معين منصب مقابلة اجتهاد في شيء معين فهي لها مكافأة لازم تخوض في امتحان عشان أنت تحصل على هاي الجائزة بدك تكون مستعد اهم اي شي انك تتحامل على نفسك وتضبط اعصابك طبعا بالنسبة للبيت الثامن عندك على مستوى الاموال المشتركة الاجواء تقريبا تحمل بعض المصاريف المالية فبدك تنتبه ما تتهور بالمصاريف او بالدفعات المالية او بالمغامرات المالية ما تجازف حاول انك تدرس وضعك بشكل جيد راجع كل المعطيات ممكن تجيك بعض الارباح او تستد بعض الاموال ولكن انا شايف الفقد ممكن يكون اعلى من هاي النسبة بالنسبة للبيت التاسع الاجواء اليوم جيدة جدا ممكن احسن حتى من جيدة يعني بمعنى اخر على مستوى امور الها علاقة بالسفر الاتصالات البعيدة الحوارات مسائل الها علاقة بالدراسة بالجامعات بامور الها علاقة بالهجرة او في بالتنقلات كلها الاجواء تقريبا ايجابية ودعملة اليك بشكل قوي اهم اشي انك انت تستفيد منها وتستثمرها عشان تكون كلها لمصلحتك حاول انه يعني شوي ما تجازف اذا كان عندك امتحان يعني ما تتهور بالاجوبة وفي نفس اللحظة اذا كان عندك مقابلة حاول انك تكون مستعد اذا بدك تسعى في اي اوراق الها علاقة بالهجرة او الاقامة اليوم برضو مناسب لا اليك اما بالنسبة لبيت السمعة فهنا زي ما حكينا انه سمعتك اهم اشي انك تحاول تحميها ما تشويها اليوم ما في داعي للمجازفات والمغامرات حاول قدر الامكان انك انت اذا كان عندك عمل اليوم انك تتممه ما تتغيب ما تتأخر وفي نفس اللحظة ما تخالف القوانين نهائيا عشان يعني اي مواجهة مع القانون ممكن انت تتحاسب عليها بشكل كبير وممكن هاي تأذي سمعتك يعني ما في داعي للمخالفات القوانين مهما كانت الظروف بالنسبة لبيت متاعبك طبعا اورانوس بشكل زاويتين واحدة ايجابية واحدة سلبية فعشان هيك بيجي مختلط بيت المتاعب اما صحتك او صحة احد الاحبة او ممكن امور الها علاقة بالعمل او يجيك عمل مفاجئ او ممكن اشي بتعلق بخسارة او صدمة الها علاقة او تأخير بالعمل بدك تنتبه لها بشكل جيد لانه اورانوس بجيب مفاجئات وبما انه في بيت المتاعب ممكن يطلع لك عدو بشكل مفاجئ او خيبة امل باحد المعارف اما بالنسبة لبيتك الاول فطبعا المريخ استقر فهو اللي بعطيك شوية عصبية وبخليك تغضب زي ما حكينا في بداية التوقعات اهم اشي انك تضبط عصابك ما في داعي للانفعال والتهور برج السرطان طبعا القمر صار في البيت السادس عندك حاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم حاول انك تكون واضح في اولوياتك ما تخلي حد يثير انفعالك او غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحترام الموعد بالنسبة لبيتك السابع طبعا على مستوى بيت الشراكي الاجواء اليوم ممكن يكون فيها بعض التوتر او الحدية انتبه من سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك حاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك يعني بمعنى اخر ما في داعي للمشاكل او لسوء التفاهم او للحدية بالطباع او حتى انك انت تفتح موضوع قديم ما بين شريكك اللي هو شريك العمل او شريك العاطف اللي هم الازواج بدك تنتبه من هاي النقطة بشكل كبير اما بالنسبة لبيت الثامن الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالاموال المشتركة ممكن تهتم ببعض الدفعات او القروض او حلبة مسألة مالية او مطالبة بحقك بكون لك اموال بتحاول الطالب فيها الاجواء ايجابية ولكن الاهم انك انت ما توقع على اوراق او معاملات بدون ما تدرسها بشكل جيد وفي نفس اللحظة حاول انك تنتبه على اموالك من السرقة والضياع ممكن تظهر عندك اليوم بعض المصاريف الاستشفائية اما بالنسبة للبيت التاسع طبعا الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالدراسة او بالسفر بدك تنتبه بشكل جيد اذا عندك سفر او عندك امتحان او عندك مقابلة حاول انك ما تغامر لاجواء صعبة يعني ممكن يصير فيه تعطيل ممكن يجيك خبر من خارج البلاد شوي يكون مزعج او انه انت ما ترتاح او تنشغل فيه لحل مشكلة مثلا مع اشخاص خارج البلاد اهم شي انك تضبط عصبيتك ما في داعي للعصبية والحدية يعني برضو اذا في كان عندك قضية قضائية او اوراق قانونية حاول انك تراجعها اكثر من مرة وكرروا المحاولة او الاجواء مش مساعدة بشكل كبير اما بالنسبة لابيتك 11 فالاجواء هنا بتركز على الاصدقاء ممكن يصير فيه خلاف او حوار او نقاش اه ممكن تحتد او تعصب من احد الاصدقاء او تدخله او فضوله ببعض امورك ممكن افشاء اسرار للك او مساومتك على مسألة معينة يعني بمعنى اخر بدك تنتبه صحيح انه الاجواء ممكن انها تحمل لك لقاء او اتصال او تعاطف من احد الاصدقاء ولكن انا شايف انه ممكن يكون فيه بعض السلبية او الحدية ما بينك وبين احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالمريخ الان دخل على بيت المتاعب فعشان هيك بنقول لك احذر من اشخاص ممكن يتآمر عليك بالخفاء بدك تنتبه على صحتك بشكل جيد تنتبه على غدائك وفي نفس اللحظة حاول انك ما تجازف وما تغامر بالفترة هاي ما تدخل اماكن مشبوهة صحتك زي ما حكينا او صحت احد الاحبة هي اللي عليها علامة استفهم برج الاسد طبعا القمر الان موجود في البيت الخامس فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات حاول انك تكون اكثر مرونة ممكن تحقق انجاز مهم بتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة بينك وبين الاحبة او بينك وبين الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم ولكن حاول قدر الامكان انك ما تحاول تفرض سلطتك على الاحبة وما تدخل فيه شؤونهم بشكل كبير يعني صفة الامر على اساس انه ما يصير خلاف ما بينكم او ممكن لانه الفترة هاي برضو بتحمل قلق على احد الاحبة او ممكن سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى الامور اللي الها علاقة بالعمل ما تهمل عملك لانه ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او ممكن انك تشعر بالضغط معين الو علاقة بالصحة او بالعمل خلال هذا اليوم ممكن صحتك او صحة احد الاحبة هي اللي تكون عليها علامة الاستفهام او انك تنشغل بصحة احد الاحبة اهم اشي انك تنجز اعمالك مهما كانت الظروف ما تخليها تتراكم عليك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الاجواء جيدة لتدعيم العلاقة ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفة بتحمل اجواء ايجابية بتدعم من علاقتكم بشكل جيد وفي نفس اللحظة ممكن تجد بعض الحلول او تتحاور انت والشريك في مسألة ما او تتفقوا على شيء معين الاجواء ايجابية ما في داعي للخصام ولا للمشاكل ضبط الاعصاب مطلوب بالنسبة للبيت الثامن هنا بتركز الامور على المسائل المالية المشتركة انتبه لا اموالك ما في داعي للمجازفات والمغامرات والمصاريف اللي ما الها داعي ما تتهور كثير ما تتأمل انه الاجواء مناسبة للك ممكن يوعدوك بشيء لا علاقة بالمال ولكن ما يوفوك وممكن تتأجل المواضيع لأيام قادمة اهم اشي انك انتبه على اموالك من السرق او الضياع وانتبه من بعض المصاريف اللي ممكن تكون بعضها استشفائي اما بالنسبة الى البيت العاشر فهنا الاجواء بتركز على بيت السمعة ضاغطة عليك فعشان هيك ما في داعي للمخالفة القوانين او المجازفات حاول انك ترتب امورك بشكل جيد خلي علاقتك جيدة مع رؤسائك وزملائك بالعمل وفي نفس اللحظة مع اي مسؤول ما في داعي لمخالفة القوانين ما في داعي لا ارتكاب اي شيء ممكن يشوه سمعتك يعني بدك تكون حذر حافظ على سمعتك قدر الامكان عارف انا انه الفترة هاي بتحمل نوع من انواع الضغط عليك ولكن برضو انه ضبط الاعصاب مطلوب اما بالنسبة لبيتك 11 فالان تقريبا المريخ بلش يشكل اول زوايا ليله بدخوله لبيت الاصدقاء فعشان هيك بدك تكون جاهز بالفترة هاي لا امور ممكن تصير ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن مشاكل او خلاف او فرض سلطة فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقطة انت شوي عندك قابلية للحدية او للعصبية او لفرض الرأي وبرضو حاول قدر الامكان انك تبتعد عن اي صدام ممكن يكون ما بينك وبين احد الاصدقاء لانه في قابلية لانهاء علاقة صداقة او تنتهي علاقة صداقة بطريقة شوي ممكن تكون قاسية فبتكون تكونوا حذرين من اللي انا حكيت الكومية برج العذراء طبعا بما انه القمر صار موجود في البيت الرابع لهو بيت البيت بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا تعاون من افراد العائلة بتكثر الضغوط والمتاعب خلال هذا اليوم ممكن اعطال او مشاكل عائلية هاي فترة فيها نوع من انواع التوتر على الصعيد الشخصي او العائلي حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية لانه ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من انواع الارباك ممكن تظهر اعطال او مسألة عائلية معينة تلفت انتباهك او تشغلك او تركز عليها بشكل كبير اهم اشي ضبط الاعصاب ما في داعي للحدية لحل المشاكل بالنسبة للبيت الخامس طبعا على المستوى العاطفي عندك تقلب الفترة هاي بتجد انه عواطفك منقصها الحرارة او عندك هيك نوع من انواع البلبلة او نوع من انواع التقلب بالعواطف حاول انك ما تهمل علاقتك او طبيعة التعامل ما بينك وبين الاحبة ضبط الاعصاب مطلوب حاول تشحن حالك بطاقة وما تهم الاحباء ممكن الفترة هاي تحمل نوع من انواع القلق على احد الاحبة او تحاول انك ترتب امور ولكن تجد فيها نوع من انواع صعوبة اما بالنسبة الى البيت السادس بيت العمل فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم ممكن تنجز بعض الاعمال او تهتم ببعض الاعمال او ترتبها الحظ حليف لالك وبدعمك بشكل جيد جدا وممكن اليوم تتجاوز عقبات كانت صعبة بالفترة الماضية اطمئن بالك من بعض الامور في منك رح يهتم بمسائل الها علاقة اما بالصحة النفسية او بالصحة الجسدية يعني اما بتخفف على اشخاص او بتحاول تشحنهم بطاقة او يعني او امور الها علاقة بالصحة حاول انك قدر الامكان برضو انك تتمم اعمالك وما تهمل منها اي شيء وخلي علاقتك بزملائك جيدة لانه ممكن يبادروا احد الزملاء بمساعدتك في شيء معين اما بالنسبة الى البيت السابع وبيت الشراكي الاجواء هنا منقول انها فيها نوع من انواع الحدية ممكن تفتح خلاف او مواجهة او حوار ما بينك وبين شريك مال او شريك العاطفي اللي هم الازواج او خاطب وعاقد العقد عليه فبدك تنتبه من الحدية او من سوء التفاهم او الخلاف ضبط الاعصاب مطلوب حاول انك تشحن حالك بطاقة عالية جدا لانه حتى ممكن انه يكون القلق هو على الشريك انت بتحاول انك تواسي او انه قلق بالعلاقة نفسها فممكن انه تحتد الامور وتعصب او تفقد السيطرة على نفسك فممكن يصير في خلافنا بينكم حاول تبعد عن الخصام او قدر الامكان اما بالنسبة الى البيت التاسع فالاجواء برضو هنا بتضغطك على مستوى الاتصالات لمسافات خارج البلاد اما مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او مسألة لها علاقة باتصال بعيد اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يحاول انه يتمم اموره بشكل جيد يعني بمعنى اخر ما يدرس ويستعد ما يدخل فيها بس مجرد انه يعتمد على قدراته او على الحظ الحظ مش حليفك بالفترة اذا بدك الحظ اصبر لحديث مع القمر يوصل للجدي بكون افضل برضو برضو الفترة هاي ممكن انه تجتهد ببعض الاوراق القانونية او المعاملات او حل بعض الامور يعني اللي بتطلب منك هيك انك تكون مستعد اما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا هنا بدك تركز على السمعة المريخ موجود فعشان هيك ممكن يدفعك لانك تتهور او تتخذ قرارات او تغامر بسمعتك يعني بتكون جريء زيادة فبدك تنتبه ما تحاول انك تجازف كثير وفي نفس اللحظة اذا كان عندك اي تعامل مع شخصية كبيرة ما تحاول تخسرها بسبب عصبيتك او بسبب حدية طباعك على مستوى العمل انتبه لحدية الطباع لانه ممكن يصير في ازمة او عصبية او زعل او عتب على احد المسؤولين في مكان العمل فممكن هذا شوي خليك تتوتر او تخرج عن المألوف فممكن توجه كلام لاذع او حتى تستاء من تصرفاته حاول انك ما تهم الاعمالك وما تشوه سمعتك وما تخسر عملك بالفترة هاي برج الميزان طبعا اليوم بتنشطه في مسائل اللي لها علاقة بالسفر القصير او التنقلات او الاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعزز العلاقة مع اخ اوجر بنسبك تكثيف التحركات بتعبر عن اراءك بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة الفترة هاي فيها نوع من انواع الايجابية اذا ضبطت اعصابك وبرضو ما تسراعت بقراراتك وفي نفس اللحظة يعني ما كنت توجه كلام ممكن يكون في نوع من انواع الحدية او يكون جارح يعني حاول انك تكون واضح بكلامك عشان ما تنفهم غلط بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بدك تنتبه من خلاف او سوء تفاهم او موضوع عائلي مربك ممكن تهتم بمسألة عائلية او موضوع الاعلاقة بتصليحات او ترميمات او نشاط عائلي اهم اشي انك ترتبوا اموركم بشكل جيد على مستوى البيت ممكن يحمل اليوم قلق على صحة احد افراد العائلة او اهتمام بمسألة عائلية بشكل كبير بالنسبة للبيت الخامس الاجواء على المستوى العاطفي جيد جدا تعمل تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة ممكن يحمل لك لقاء او تعاطف او تقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تهتم باحد الاحبة او باحد الابناء او احد الوالدين في منك رح يهتم بمسائل فكرية او تجميلية او عاطفية وممكن حتى على مستوى كتابة او مواضيع فكرية او ادبية بالنسبة للبيت السادس الاجواء هون ضاغطة على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او ما تقدروا تنجز اعمالكم بالكامل في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالصحة يعني ممكن صحتك او صحة احد الاحبة او ممكن انه يبادر احد الزملاء في مساعدتك في انجاز بعض الاعمال ولكن الاهم من هي انه حاول انك انت تتمم اعمالك ما تخليها تتراكم عندك حتى لو صار مشاكل في عمل ما الثامن عندك على مستوى الاموال المشتركة ممكن شوي بتحس ببعض الضغط ضغط مالي ضغط الو علاقة بمصاريف ضغط ممكن مصاريف استشفائية تكون او يكون عندك قرار الو علاقة بمشروع معين او مضاربات مالية بدك تنتبه ما في داعي لاي مجازفات مالية بالفترة هاي ركز على كل الامور او فقدانها اما بالنسبة الى البيت التاسع طبعا المريخ صار موجود في البيت التاسع وهو بخليك شوي تكون عصبي او حد الطباع او عندك رغبة للمجازفة او المغامرة بدك تنتبه ما في داعي للتهور او للتسرع بالفترة هاي في نفس اللحظة ممكن شوي ترتكب بعض الاخطاء او القرارات اللي الها علاقة بسفر او بعلاقتك مع اجانب او اشخاص خارج البلاد وممكن برضو على مستوى اوراق او معاملات قانونية اذا كان عندك موضوع العلاقة بالقضايا الفترة هاي مناسبة لهاي الامور ولكن حاول انه زي ما حكينا اذا كان عندك امتحان او مقابلة او دراسة جامعية تركز فيها بشكل جيد وتمتنع عن الحدية برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لم رحلة جديدة وممكن تحدد بعض الاولويات او الميزانية المالية ممكن تتلقى هدية او ممكن تقدم على استثمار او على مشروع الفترة هاي دراح تحمل مصاريف ممكن تكون طارئة بتتركز على المنزل اكثر شي بالنسبة للبيت اللي هو الثالث للك اليوم بدك تنتبه اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك اثناء نقاشاتك شوي ممكن يكون في عندك نوع من العصبية او الحدية او توجه كلام يعني يكون لاذع او جارح وهذا رح يسجل عليك مواقف انت وفي وفي نفس اللحظة انتبه اثناء قيادتك للسيارة ممكن برضو يصير في بعض العطال لها علاقة بالسيارة او علاقة بالاجهزة الالكترونية او الهواتف وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار ولكن احذر انه العلاقة او الموضوع هذا يكون في نوع من انواع الحدية اما بالنسبة لموضوع البيت فهنا بنقول لك دير بالك على امورك العائلية ممكن زي ما حكينا مصاريف منزلية طريقة ممكن شوي تظهر بعض الاعطال او الاهتمام بمسائل عائلية او بيتية الاجواء على مستوى البيت بتدل على اجتماعات ولقاءات وحوارات او لمة او موضوع عائلي مهم بدور في حوار معين ولكن هي قلق على صحة احد افراد العائلة او قلق من وضع عائلي معين اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي منقول لك اليوم دير بالك ما في داعي لأي سوء تفاهم بينك وبين الاحبة ممكن تحمل لك خلاف او مواجهة او حدية بالطباع او ممكن تزع للحبيب منك او احد الاحبة ممكن يكون احد الابناء مثلا او احد الوالدين حاول تضبط اعصابك برضو في نفس اللحظة الفترة هاي مش مناسبة لامور الا علاقة بالمسائل التجميلية يعني حاول اذا كانت المسألة الا علاقة بامور تجميلية اجلها لالايام القادمة بيكون افضل اما بالنسبة البيت السابع على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية الاجواء هنا برضو نفس الشيء بتحمل نوع من انواع الزعل او العتب او الحوارات او النقاشات ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفة حاول انك ما تدخل باي مشاريع بالفترة هاي الا انه تراجعها بشكل جيد وفي نفس اللحظة حديتك او الظروف ممكن تيجي باشياء مفاجئة تسبب توتر او تسبب قلق او تسبب خلاف فها بدك تكون حذر خلال هذا اليوم بالنسبة لالبيت الثامن طبعا المريخ دخل على البيت الثامن وهذا بيخليك تغامر بالمسائل المالية او تندفع بمصاريفك او ممكن تهم الاموالك او تتعرض حاول انك ما تجازف بالاموال نهائيا حتى لو كان المشروع واثق منه راجعه واستشير اهل الاختصاص برضو هاي بتعرضك لبعض المسائلات المالية برج القوس طبعا التعب اللي بتحسه فيه مع اقتراب منتصف الليل بتبلش الامور تختلف تماما ثقتكم بانفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط اهم شانك تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالعك هاي الفترة على خبر بيكون بمثابة اشارة او انطلاق جديد فترة ناشطة وحماسية ممكن تتلقى جواب او تنطلق بمشروع ما اما بالنسبة للبيت الثاني لالك الاجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالمال فممكن تحملك بعض المصاريف او الدفعات او تكون اوضاع مرهقة ماليا او تفكر في استرداد بعض الاموال اللي للك ولكن عندك التزامات عالية بتكون في منك رح يحصل على بعض الاموال ولكن المصاريف اكثر اهم شي ضبط الميزانية هي هاي المطلوبة انتبهوا على اموالكم من السرقة او الضياع او من بعض المحتالين بالنسبة للبيت الثالث الاجواء جيدة وبتدعمكم بقوة اليوم على مستوى امور الها علاقة بالاتصالات التناقلات علاقتكم بالاصدقاء او امور الها علاقة بالحوارات الاجواء جيدة وبتدعمك بشكل جيد حتى على مستوى الامتحانات والامور اللي الها علاقة بالتسويق او ممكن اقناع بمشروع معين الاجواء ايجابية جدا اللي عنده امتحان او مقابلة يستغل هذا اليوم لانه الاجواء رح تدعمك بشكل جيد ممكن يكون لك تعامل مع اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت لسه ما زالت الامور فيها نوع من انواع الضغط بتسبب لك توتر او قلق او ممكن اهتمام بمسألة عائلية او بيتية او اعطال منزلية او على صحة احد افراد العائلة حاول انك تنجز اعمالك بشكل جيد واهتماماتك البيتية ما تهمل الامور العائلية نهائيا بالفترة هاي وفي نفس اللحظة ابعد عن المشاكل قدر الامكان بالنسبة للبيت السادس الاجواء طبعا هنا من اورانوس شوي بسبب نوع من انواع الارتباك عندك على العمل ممكن يخليك تهمل اعمالك او يجيب لك اعمال مفاجئة او اخطاء في اعمالك تيجي بشكل مفاجئ ممكن يظهر احد الاشخاص لمساعدتك او يساعدك في انجاز بعض الملفات او المعاملات ولكن بدك تنتبه على امور صحية ممكن الامور الصحية هاي بتتعلق فيك او في احد الاحبة شوي يكون بدها نوع من انواع الرقابة او المتابعة يعني بمعنى اعمالك وصحتك هاي اهم نقطتين بدك تركز عليهم بالنسبة البيت السابع طبعا المريخ دخل الان على البيت السابع بيت الشراكة وهذا رح يسبب نوع من سوء التفاهم او الحدية بالتعامل ما بينك وبين شريك المال او العاطفة او ما بين الازواج بتكونوا حذرين من تقلب المزاج او الحصبية او الحدية بالطباع حاول انك تضبط اعصابك ما توجه اللوم وفي نفس اللحظة ما تحتد وتكبر الامور زيادة عن اللزوم حاول تكون مرن يعني بدك تعرف انه انت الضعف موجود عندك بسبب وجود المريخ فعشان هيك انت اللي ممكن تختلق هاي المشاكل فانت اللي بدك تضبط اعصابك برج الجدي طبعا بما انه القمر تحرك وصار في بيت متاعبك فعشان هيك بتكون تدخلوا فترة صعبة شوي بتكون تنتبهوا بشكل جيد على صحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول انك تستريح وما تعرض نفسك للمسئوليات وخصوصا المسئوليات الكبيرة وممكن الفترة هيكون فيها بعض الصعوبة وتكون فارغة من الحضوض خفف من وطيرة عملك يعني اعمل بس الاشياء الروتينية ما تحسم امر وما تنجرف وراء افكار سودة وهواجس ووساوس حاول انك تتجاوز الفترة هاي باقل المخاسر يعني لا يومين وبعدين القمر بصير موجود عندك الاجواء بتصير ايجابية وبتعوض كل اشي راح منك اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا الاجواء بتركز على مسائل اللي لها علاقة بالمال رغم الضغط الا انه هاي الفترة بتحمل بعض الفرص المالية وممكن تحقق بعض المكاسب المالية اهم اشي انك انت زي ما حكينا انه تحافظ على اموالك بس من امور اللي لها علاقة بالمصاريف لزيادة او اتوقع على اوراق او معاملات بدون دراستها وبدون مراجعتها يعني الامور المالية فيها ايجابية ولكن مجازفات مالية ورد وضغط مالي او مصاريف زيادة برضو ورد اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء هنا بتركز على الاتصالات والحوارات حاول تضبط عصابة قدر الامكان ما في داعي للانتقاد خلي كلامك واضح وسلس لانه شوي ممكن عصبيتك تتخرب عليك ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار ما في داعي للانفعال برضو الفترة هاي رح يكون لك تركيز على امور لها علاقة بالسيارة او بالاجهزة الالكترونية ممكن بعض الاعطال او الاهتمام بالسيارة اهم اشي انك حاول انك ما تتهور وضبط الاعصاب مطلوب اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو نفس الشيء بنقول لك الحظوظ ما تعتمد عليها نهائيا يعني حاول انك ما تبالغ بحظوظك وفي نفس اللحظة حاول انك تنتبه من بعض المسائل اللي لها علاقة بخلاف مفاجئ او سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاحبة حاول انك برضو لو حصل شيء لا احد الاحبة يعني تتمالك اعصابك بدك تكون عقلاني يعني ممكن يصير قلق او صحته او اهتمامات بمسائل ما بينك وبين الحبيب حاول انك ما تكبر الخلافات بالنسبة للبيت السادس طبعا بما انه المريخ دخل يعني شوي هنا بيخلي فيه نوع من انواع التهور ممكن تهمل بعض الاعمال او تهمل صحتك انتبه على صحتك انتبه على اسفل الظهر عندك من الاصابات وفي نفس اللحظة جهازك العصبي يعني ما في داعي لانك انت تهمل صحتك وتهمل اعمالك حاول انك تأدي اعمالك وانت مركز بشكل جيد عشان ما يصير بعض الاخطاء اللي ممكن انك تتحاسب عليها وزي ما حكينا صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية في هاي الفترة برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة اهم اشي انك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة اه ان احتاج اه ان احتاجت لنصيحة حاول انك تستشير اهل الاختصاص بانتظار لقاء او موعد ناجح ومميز اهم اشي انك ما تهمل واجباتك وكون منظم وكون دقيق بالنسبة على مسائل لها علاقة اه بالصحة بالعمل حاول انك ما تهمل اعمالك ما تهمل صحتك اه انجز الاعمال الضرورية حاول في نفس اللحظة انه يعني تهتم اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وفي نفس اللحظة حاول تنتبه من بعض الاشخاص اللي ممكن يكيدو لك او يمكرو لك بالفترة هاي بالنسبة للبيت الاول طبعا الاجواء جيدة ودعملة لك بشكل جيد ممكن المستوى النفس اليوم احسن او تشعر حالك انك عندك طاقة اعلى عندك رهبة بانجاز كثير من الامور ممكن شوي اليوم تعالج كثير من المسائل او يكون عندك طاقة عالية جدا لمعالجتها ولكن اهم اشي انك تنتبه من المسائل المالية لانه ممكن صحيح انه تجيك بعض المكاسب المالية ولكن بتحمل هاي الفترة مجازفات او تهور بتصرف بالمال فعشان هيك بدك تنتبه اذا بدك توقع على ورق او على عقود بدك تدرسها بشكل جيد وحاول في نفس اللحظة انك ما تجازف يعني برضو تابع اموالك او تنتبه من المحتالين والنصابين وما في داعي لكفالة اي شخص بالفترة هاي بالنسبة للبيت الرابع طبعا الاجواء على مستوى البيت برضو رانوس بشكل زاوية صعبة فعشان هيك بدك تنتبه من خلاف او سوء تفاهم او حدية بالطباع او ممكن بعض الاعطال او الاهتمامات اللي بتتعلق بامور الها علاقة بالعقارات او الها علاقة بالمنزل او تصليحات او مسألة صحية او مصاريف طارئة كلها هاي الها علاقة في البيت بدك تنتبه لها اذا كان عندك اي موضوع بتعلق بالعقارات او بالبيوت حاول انك تأجلها لحديث ما القمر يوصل لعندك بيكون افضل اما بالنسبة للبيت الخامس فالان المريخ دخل على البيت الخامس وهذا بسبب خلافات او سوء تفاهم او حدية بالطباع اثناء تعاملك مع الاحبة فحاول قدر الامكان انك تضبط عصابك ما في داعي للكلام الجارح او اللاذع او التحكم والسيطرة على الاحبة الفترة هاي مش مناسبة انتبه اثناء تعاملك مع الابناء لانه ممكن تخسر احد الابناء او صير قلق عندك على احد الابناء او احد الاحبة او احد الوالدين فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة بشكل جيد ما تهمل احبائك وركز على امورك بشكل جيد وخصوصا العاطفية والفكرية وما تبالغ بملذاتك مهما كانت الظروف برج الحوت طبعا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح اليوم بدفع بمصالحه بتحافظ على انجازاتك القائمة ممكن اتغار حتى على مصالحك بشكل اكثر الفترة هاي تعتبر هي مزيج يا بتكون من اسوأ ايام الشهر يا بتكون من انجح ايام الشهر على حسب جهوزيتك وتعاطيك مع الامور لانه هذا بيت الشوي بيت السمعة بيكون حساس على حسب جاهزيتك بعطيك تأثيرات القمر عادة لما بتكون في هذا البيت بتكون ثقيلة على الاعصاب والمعنويات اهم انك ما تتدمر على مسمع احد وحاول انك تصبر وفي نفس اللحظة ما تجازف وما تغامر وما تخال في القوانين اذا التزمت بهاي الامور اللي يعتبر من الايام الناجحة اما بالنسبة لبيتك 11 طبعا الاجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالاصدقاء ممكن اليوم يحمل سوء تفاهم او حدية بالطباع او انزعاج من تدخل او فضول احد الاصدقاء برضو ممكن تحمل قلق على احد الاحبة او احد الاصدقاء شوي بدك تضبط اعصابك اثناء التعامل مع معارفك حتى لو كان في علاقة اجتماعية او توجهت لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة حاول انك انت تكون مرن اما بالنسبة الى بيتك 12 طبعا بيت المتاعب الا اجواء جيد اليوم دعميتك انت امن كثير في هاي المسائل وبتقدر تنجز اعمالك ممكن تهتم ببعض الامور الاستشفائية او بالمؤسسات الكبيرة زي امور الها علاقة بالمحاكم او الها علاقة بالسجون او الها علاقة بالمستشفيات او باشخاص برتادوا هاي الاماكن ممكن تهتم فيها اهم اشي انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد بالنسبة الى بيتك الاول طبعا زي ما حكينا بما انه القمر موجود في هذا البيت اللي هو بيتك العاشر بيت السمعة بتطلب منك انك انت تضبط عصابك ما في داعي للقرارات المرتجلة ولا الحدية بالطباع ولا حتى لا اي شي ممكن انه يثير القلق او التوتر حاول ما تجازف وما تغامر مهما كانت الظروف بالفترة هاي حاول تمشيها بشكل روتيني بالنسبة لبيتك الثالث برضو الاجواء هنا بتقول توجيه بعض الكلمات اللي ممكن تم فهم غلط كثير عندك اتصالات كثير عندك اليوم يعني رغبة بالتواصل او بتحاول انك تحل خلاف معين حاول برضو انك تكون واضح بكلامك عشان ما تم فهم غلط حاول تنتبه من بعض المسائل اللي الها علاقة بالسيارة او الها علاقة بالاجهزة الالكترونية ممكن يصير فيه اعطال او اشياء مفاجئة او ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار بشكل يعني مفاجئ او بسبب مفاجئ عشان هيك بدك تكون حذر اما بالنسبة للبيت الرابع فالان المريخ يعني انتقل ودخل على البيت الرابع فعشان هيك بتحمل هاي بعض القلق او المشاكل اللي لها علاقة بالبيت انتبه من بعض الخلافات انتبه من بعض المشاكل دير علاقتك المنزلية بشكل جيد ممكن برضو تحمل هاي الفترة بعض الاعطال او المصاريف المنزلية او الاهتمامات العائلية بشكل كبير المريخ بوجوده في هذا البيت شوي بركز على البيت والعائلة والاحداث العائلية بشكل كبير الاواضع ما رح يكون مثلا نقول والله سهل جدا ولا صعب جدا فعشان هيك بدك تكون مركز انه اي شيء الاعلاقة في البيت بدك تعرف انه المريخ الاعلاقة في هذا الموضوع بدك تعرف كيف تتعاطى معه بدون عصبية بدون حدية وبعقلانية بحث حاول انك تجرد عواطفك عساس انك تجد الحلول المناسبة للامور المنزلية والعائلية كمان اهم نقطة بدك تنتبه خصوصا الستات اللي بيشتغلوا في البيوت او الاشخاص اللي بيشتغلوا في اشياء الها علاقة بالنيران بدهم ينتبهوا اثناء عملهم في المنزل بدهم ينتبهوا يتفقدوا الغاز او الاجهزة الحرارية او الصبات اذا كانت المناطق باردة او يعني الاشياء اللي الها علاقة بالنار بدك تتفقدوها وتنتبهوا اثناء التعامل معها هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء